وكما الشكر موصول لمعالي رئيس ميلس الأمة سيد صالح قجيل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال هذه هي الزيارة الأولى التي أقوم بها الشعب الإيراني على معرفة قريبة ووثيقة بالجزائر منذ السبعينيات القرن الماضي عندما تقارنت ثورتنا مع ثورة تحريرية الجزائرية أنا ذاك وأنا كنت شابا ثوريا كنت أقوم بمهمي كثوري في إيران كنت أتابع أخبار الثورة الجزائرية الكبيرة يوما بعد يوم لهذا هناك علاقات وطيدة تاريخية ما بين الشعبين في المجال الثقافي والسياسي والاقتصادي كذلك لدينا مواقف متطابقة في مجال الكفاح أمام الكيانة الصهيوني والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم ترجمة نانسي قنقر